لماذا يبدو أنه ليوبرد تسوق وكأنها ستغير الوضع الميداني سيد الكريم هل تتفق مع ذلك سيد عمر؟ جواب تقني بحث وهذا متعارف عليه التسويق الآن يتم لدبابات ليوبرد 2 أو ليوبرد 2 وهذه دبابات عمليا هي من الصف الثاني في الجيش الألماني حتى بتجهيزاتها المتوفرة فيها لا تستطيع مجارات حتى دبابات تي 72 المطورة وليس فقط دبابات تي 80 و تي 90 عمليا التي أدخلت إلى ساحة مواجهة منذ أيام انطلاقا من هذه المسألة هناك ثلاثة معايير أو مسائل ترتبط بالدبابات سواء ليوبرد أو تشيلانجر 2 المسألة الأولى هي عدد هذه الدبابات وبالتأكيد أنا هنا أود أن أقول أن محورا واحدا من محاور الجبهة التي تمتد على ألف كيلومتر يحتاج إلى 300 دبابة إذن أوكرانيا الآن تحتاج إلى 900 دبابة على محاور الجبهة الثلاثة المسألة الثانية هي الوقت الذي ستستلزمه هذه الدبابات للوصول إلى أوكرانيا المسألة الثالثة إمكانية استيعاب التواقم الأوكرانية بوقت قصير هذه التقنيات وهذه الدبابات لكن أستاذي العزيز أود أن أشير إلى مسألة وهي في قلب أو صلب المقاربة الميدانية أوكرانيا كانت تمتلك حوالي 3500 دبابة من بينها 1300 دبابة تي 72 و500 دبابة تي 80 المطورة والدبابات الأخرى هي طراز تي 64 تم رفع مستواها إلى مستوى تي 72 السؤال يعني لماذا تستقدم أوكرانيا دبابات لأنه ببساطة تم تدمير القوة المدرعة الأوكرانية سواء كانت دبابات أو عربات مدرعة لأنه أيضا الغرب يقوم الآن بالتحضير لتزويد أوكرانيا بعربات مدرعة إذن هناك مبرر لإيصال هذه الدبابات إلى أوكرانيا السبب كما قل هو تدمير السطول المدرع الأوكراني سواء كانت دبابات أو عربات مدرعة وبالتالي هذا مؤشر بسيط على المسار الذي ستسلكه المواجهة وانطلاقا من هذه المسألة أنا مسؤول عن كلامي على المستوى التقني أوكرانيا تحتاج على جبهة الدنباس وجبهة زافروجيا وخيرصان حوالي بين 700 إلى 1000 دبابة لتعيد التوازن إلى خط الجبهة الحالي لأن الجيش الروسي الآن بدأ بالانتقال من نمط الدفاع النشط والاستنزاف بالبعد العسكري إلى نمط تكسير أو تحطيم خط الدفاع الأقوى يعني سقطت سوليدار وأرتيومورسك على وشك السقوط أيضا مارينكا وأفديابكا العمريات فيها يعني حتى الجانب الأوكراني لا يستطيع أن يخفي ما يحصل السؤال هنا إذا استكمل الجيش الروسي عملياته خلال الشهرين القادمين وحطم عمليا خط الدفاع الأول الذي يطلق عليه الأوكرانيون القلاع السؤال وأنا أعرف الجغرافيا الأوكرانية معرفة جيدة بعد تحطيم خط الدفاع ستندفع الدبابات الروسية بشكل سريع في السهوب الأوكرانية ودليل ذلك أن الجيش الأوكراني بدأ بتحضير مدينة زبطة روجع لقتال مدن عبر تحصين المدينة من الاتجاه الشرقي وأيضا من الاتجاه الجنوبي بخطوط دفاع قوية جدا تتضمن خطوط إسمنتية عوائق وألغام كثيفة جدا أقول ألغام كثيفة جدا إذن بالمقاربة الميدانية ببساطة نستطيع القول أن ميزان الميدان الآن بات لمصلحة الجيش الروسي لأنه السيطرة على السوليدار وأرتيوموفسك بشكل أساسي وأبدي يابكا يعني الانطلاق باتجاهين اتجاه سلابيانسك وكراماتورسك شمال غرب واتجاه زباروجيا نحو الغرب واتجاه زباروجيا نحو الغرب